ارتفع سعر النفط الكويتي بواقع 95 سنة ليستقر بذلك عند مستوى 86 دولار و 31 سنة للبرميل وذلك وفقا لسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد أن ضغط بيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكي بالإضافة إلى استمرار المخاوف بشأن الطلب على الإمدادات عالميا هذا وتترقب أسواق النفط قرار مجموعة الدول السبع لتحديد السقف السعر النفط الروسي